موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مشاهدي الكرام مشاهدي كناة المحور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتقي بكم في هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة في حلقة من حلقة برنامجكم المسلمون يتسألون في هذه الحلقة سوف نقف وقفة موجزة بإذن الله مع الآيتين رقم سبعين وواحد وسبعين من سورة آل عمران بعد هذه الوقفة مباشرة سوف نتلقى اتصالاتكم ونسعد بأسئلتكم التي نحاول أن نجيب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه ونسأله تعالى السداد والتوفيق في الجواب اللهم أمين على بركة الله نبدأ تلاوة الآيتين ثم نتابع شرحهما والله المستعان تابعونا على شاشتنا إن شئتم أو في مصحفكم المباركة لكي نتابع معا هذه التلاوة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم هذا النداء واضح يا أهل الكتاب وأهل الكتاب إذا أطلقت فإنما يُعنى بها اليهود والنصارى لكن غالب استعمال أهل الكتاب في سورة آل عمران بالذات بالذات في سورة آل عمران لليهود ليه؟ لأنهم اللي كانوا في وقت نزول هذه السورة المباركة معاصرين ويعاشروا النبي عليه الصلاة والسلام ويخالطوه في هذا الوطن المسمى بالمدينة المنورة كانوا يخالطونه وكانوا يعيشون معه كمواطنين سواء بسواء مع المسلمين النصارى لم يكونوا موجودين لا في مكة حتى قبل الهجرة يعني وما كانش فيه تخصيص للحديث عن أهل الكتاب في مكة كان بيكلم يا أيها الناس أو يا أيها الكافرون إنما كانش بيخاطب أهل الكتاب بشكل أساسي يعني في الغالب في مكة المكرمة كانش في لدول ولا دول النصارى لم يكونوا موجودين لا في مكة ولا كانوا موجودين في المدينة لأن ياثرب كان فيها يهود اتغير اسمها سارة المدينة واليهود موجودين لم يقصهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يهجرهم ولم يعني يقطع الصلة بهم بالعكس مد يده إليهم وعمل صحيفة بمثابة الدستور المدني الذي يضمن التعايش للجميع في إطار الحقوق والواجبات المتكافئة عند الجميع ربما زاره النصارى ربما زاره النصارى بل هذا حصل مرة مرارا الله أعلم بكم مرة زاره النصارى من نجران إنما لم يعايشوه في المدينة أرجو بس المسألة تبقى واضحة عشان كده بنقول معظم الخطاب في صورة آل عمران إنما هو خطاب لليهود على الخصوص وإن كانت بعموم الحديث عن أهل الكتاب أرسل إلى النصارى طبعا أرسل إلى النصارى حتى إنه جعفر بن أبي طالب كان يقود المجموعة التي هاجرت من مكة المكرمة قبل الهجرة للمدينة مرتين إلى الحبشة كما تعرفونه النجاش هناك كان نصرانيا وأرسل النبي الكريم إلى نصارى اليمن يدعوهم إلى الإيمان وأرسل لهم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما يقال فيه هذا يا أهل الكتاب إذن كأنه بيقول في دي بالذات يا يهود مش بس علشان هم اللي كانوا مجورين ليه ومعايشينه ومشتركين معه في الوطن في المدينة مش بس كده عشان هم كمان اللي حصل منهم اللي يتقال دلوقتي اللي هو إيه لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون فرق كبير جدا بين أن إنسان ما يبقاش عارف آيات ربنا فيك حدها ولما حد يقول له عليه يقول له لا لا الكلام ده أنا مش عارفه فجهله يجعله يبتعد لكن أن يكون الإنسان عارفا بالآيات بالدلائل بالحجج والحجج دي كان أهل الكتابة عارفينها طبعا عارفينها منين يا مولانا عارفينها من الكتاب اللي في إيديهم التوراة آه حرفت لكن بقي فيها وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي فيها حق آخر أو بعض الحقوق أو الحقائق عفوا بعض الحقائق لم لم تحرف التوراة بالمطلق مش كلا حرفت في زيادات في نقصان لكن في النهاية بقي فيها حق من ضمن الحق اللي بقي فيها معرفت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بصفاته تنطبق على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهم كانوا مكرين بكده فلذلك الكرآن بيعتب عليهم بيقولهم ليه ما الذي جعلكم تكفرون بآيات الله وتكحدون ما عندكم من التوراة التي وصفت نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وإنتم شهدين على ده وإنتم عارفين ده وأنتم تشهدون وممكن الإنسان ما يبقاش عارف يبقى معذور يبقى ضال لكن دول مغضوب عليهم ولو فاكرين وإحنا بنشرح غير المغضوب عليهم أن اليهود ومن على شاكلتهم لأن الإنسان يعرف الحق ويجحده ويعاند مع أن عنده الدليل والحجة مش بس كده ده اليهود هم اللي أثبتوا صدق نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكريش تقول إزاي يا مولان أقولك أنتوا حافظين صورة الكهف مش كده وعارفين الآية كمان اللي في صورة الإسراء ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة كريش لما تشككت في بعض الأحيان كده كانوا يعني يبتدوا يقولوا الله تم جايز صح أو على الأقل هم معرفين أنه صح بس يعني نفسهم يطلع غلط فقالوا خلاص أهل المدينة أهل يثرب ما كانت لسه المدينة أهل يثرب عندهم علم نكتب الأول احنا نبعت لهم نسألهم عن محمد جايز يقولوا لنا حاجة نقدر نثبت بها كذبوا احنا ما عندناش يقين بأنه كذاب بالعكس هم عندهم يقين بأنه صادق بس نفسهم يلاقوا حتى كده يثبتوا من خلاص أنه كذاب فبعتوا الأهل يثرب من يسألهم عن هذا الرجل الذي يبعث هل عندهم حاجة من علم الكتاب ولا لا أو من الكتاب الأول ولا لا فقال لهم زعماء اليهود اللي في يثرب اسألوا عن ثلاث حاجات إن أجاب عنها كلها فهو كذاب وإن لم يجب عنها جميعا فهو كذاب وإن أجاب عن بعضها ولم يجب عن البعض الآخر فهو صادق يا خبر يعني اليهود عارفين ده آه وبعت له كريش عشان يعني بقى يثبتوا أنه كذاب قالوا لهم كده اسألهم بقى عن ايه عن فتة راحوا في غابر الزمان شأنهم ايه اسألوا عن رجل طافي المشارك والمغارب اسألوا عن الروح سيدنا رسول الله عندما سئل عن هذا نزلت عليه صورة الكهف بإجابة عن سؤالين السؤال الأول الفتية اللي راحوا في غابر الزمان أهل الكهف وقالت الإجابة عنهم مفصلة وبعدين أجابهم عن السؤال التاني الرجل الذي طاف المشارك والمغارب هو ذو القرنين وقع عند الروح وقال لهم كل الروح من أمن ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فأيقنت كريش أنها لا تستطيع أن تثبت كذب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وأدرك اليهود في يثرب أنهم أمام نبي صادق فراحوا يتوعدوا به المشركين اللي هم عباد الأصنام زي أهل مكة بس في يثرب ويقولوا لهم هذا نبي قد أظل زمانه وهي يجي لنا هنا يثرب لنعرفين حتى مهاجره وهنتبعه وهنبقى ساعدها قوة ونقتلكم معه قتل عاد وإرم العجيب أن هؤلاء اليهود كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما علمهم بالحق وسبق إلى الإيمان به من من اللي سبق الإيمان به أهل يثرب اللي كانوا بيعبدوا الأصنام زي أهل مكة فسبحانا من يملك القلوب ويصرف العقول ويا ربنا يا مكلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك وثبتنا على الإيمان اللهم أمين مش بس كده أنتوا عارفين أن سلمان رضي الله عنه أرضاه وكان بالأصل فارسيا وصل المدينة وصل المدينة باحثا عن الحق لما كان بيعبد النار كمجوس وكان هو ابن الرجل المسؤول عن إيقاد النار فكان يقعدوا يطعامها عشان النار ما تخبوش ومع ذلك بيعبدوها أيقن سلمان بعقله أنه لا يمكن أن تكون نار إحنا اللي قائمين على إطعامها بالوقود والحطب عشان تدنها يعني أيدة إنه تبقى إله ده إحنا لو ما حطنهاش الوقود هتطفي تبقى إله إزاي فهرب من الدير أو المعبد علشان يبحث عن الحق فراح له رجل يهودي فظل يعبد الله معه ولما حسوا النار يموت قال له تبصيني من بعدك لمن قال تروح للنصران الفلاني أو القسيس الراهب الفلاني راح للراهب الراهب لما أشرف على الوفاة قال له بص بقى ما فيش إلا واحد اسمه محمد وأعطى له بعض صفاته وقال له ثلاث حاجات يا أخوان قال يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة سلمان عمل شغلان كبيرة وراح إلى المدينة التي أنارها النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمة وحاول أن يبحث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث في هذه الدلائل والخصائص خطب من العنب أو الطمر وقال له يا محمد هذا صدقة فقال لأصحابه بسم الله كله ولم يأكل هو فقال هذه واحدة سلمان قال هذه واحدة وبعدين تاني يوم راح جايب طبأ من الطمر وقال له هذا هدية لك يا محمد أو يا رسول الله لسا ما أسلمش فمد النبي يده وقال بسم الله ودعا أصحابه وقال كلوا بسم الله قال هذه الثانية وراح يطوف حول النبي عليه الصلاة والسلام لعله يظفر برؤية الخاتم بين كتفيه فأدرك النبي هذا فأرخى ثوبه عليه الصلاة والسلام لينظر إليه سلمان فعندئذ لما رأى الخاتم راح يقبل كتف النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه ويديه ويعلن ويشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن هم عارفين وعندهم الدلائل وعندهم الحجج وعندهم البينات لكن راح يكفرون عنادا عند وحسد وضغينة وبغضاء على هذا النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن يقول لهم لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنتم عارفين وفهمين وذاك هو من يستحق الغضب من الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم اللي عرف الحق وكتمه اللي عرف الحق وهنعرف ده بكرة بقى كمان إن شاء الله في الآية 71 مرة تانية أنه بيلبس الحق بالباطل عشان يضحك على الناس وميعرفوه يوصلوا للحقيقة نسأل الله تعالى العافية اللهم أمين أكتفي بهذا القدر